طيب اسلام المغرب من الحاجات المهمة جدا فيها انه هي لعبة بعناصر مهمة في كل مركز اللي كان بيتكلم فيها محمودة بركب في كل خط هتلاقي في الخط الامامي في حكيم زياش في نصيري طبعا وفي بوفال كمان في نص الملعب سفياني مرابط واحد من افضل لعيب الوسط في البطولة مش بس مع المنتخل المغربي في خط الدفاع فيه رومانسايس مع اشرف حكيمي طبعا او حتى مزروي على الشمال في حال اسمار ما كبير اسمه ياسين بون فنت بتكلم في خطوط كلها رائعة جدا في رأيك تلعب المغرب مباراة كبيرة قدام البرتغال زي ما لعبت قدام بتجيكا وكرواتيا والمنتخب الاسباني ولا الامور هتبقى صعبة جدا عليها قدام البرتغال المباراة هتبقى صعبة على المغرب كل ما بتوصل لمرحلة ابعد كل ما المباراة بتصداد صعوبة طبعا بس فكرة ان المغرب التوقعات زادت عليها قوي بس هي اكتر حاجة بتميزهم انهم كفريق فريق منظومة يعني انت لما تيجي تتفرج على المغرب امام اسبانيا في اخر المباراة لا المغرب فريق اه واقف في نص ملعبه لكن ما افل على اسبانيا كل الخيارات المتاحة انهم ما تقدرش تشوت مباراة 18 بتلعب كرة عايز تلعب تي كتاكة زي ما محمود قال وتخش جوات 18 وتسجل لا ما عندكش الفرصة عايز تلعب كرة عرضية لا ما عندكش فرصة فكرة ان انت تتحجم متخب زي بلجيكا وقفوهم وبأداء قوي جدا وممتاز جدا فانا اعتقد من وجهة نظر الى المغرب عملت بطولة ممتازة على المستوى الجماعي ودي اكتر حاجة بتتميزهم يعني مثلا في كل مركز فيه واحد لا مش واحد يعني كل واحد فيهم احسن من احسن لايبه في العالم في الوقت الحالي طيب فلما تيجي تتكلم عليها لأ البرتغال برضو عندهم ميزة وعيب ميزة ان هما مثلا سجلوا اتنشر هدف في كاس العالم ومن اعتبر من اقوى المنتخبات هجوميا فده برضو مشكلة هتقابل منتخب المغرب وستقابل هدف واحد بس كم من كندا ففكرة انت تقابل واحد من اقوى المنتخبات اللي موجودة هجوميا في البطولة في الوقت الحالي بس في ناس الوقت البرتغال استقابلت خمس اهداف منهم اتنين من غانا منهم اتنين من هدف من سويسرا وهدفين من كوريا وفيه اربع هدف من الخمسة جم من كرات عرضية سواء من اللي هي مفتوحة او من كرات سبتة فكل ده يخلي المغرب يعني عندها امل ان انت لو دقرت تعرف تلعب عن مرتدات صح وتعرف تستغل الفرص حتى مش عزيز ان تلعب عن مرتدات لو عرفت تلعب مباراة متكاملة زي ما بيقولوا لقد تقدر تكسب البرتغال وانه طبعا ده شيء نتمنع اوزي